تستمر قوى داخل الإطار التنسيقي بعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الذي بضوئه تشكلت حكومة محمد شياع السوداني مصادر ذكرت أن قيادات داخل التحالف الشيعي هاجمت أية محاولات لإقرار العفو العام لافتة إلى أن الإطار التنسيقي سيصل إلى مرحلة الاستدامة السياسي إذا شعر بأن السوداني سيتحول إلى زعيم سياسي وأضافت أن العفو العام ضمن مطالب القوى السنية في ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على ضوئه الحكومة الحالية ما يعني أن ترجع عنه تنصل عن الاتفاق